السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبتي طلاب وطالبات الصفة الثالث تعليم المستمر طابة يومكم تمنى أن تكونوا بخير حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية بسم الله نبدأ درسنا السابق كان بعنوان التنمية الصحية لدينا واجب سؤال الواجب يقول عددوا عددي أربعة من وسائل تحقيق التنمية الصحية عددوا عدد أربعة من وسائل تحقيق التنمية الصحية حسنتم المستشفيات والمدن الطبية الخدمات الصحية العلاجية والوقائية للحجاج التحصينات اللازمة ضد الأمراض المعدية زراعة الأعضاء والتنقية الدموية ما المقصود بالتنمية الصحية؟ حسنتم العناعة بصحة أفراد المجتمع من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة الصحة وعدد من الجهات الأخرى اذكروا اذكري أبرز مجالات التنمية الصحية نراجع درسنا السابق ضلبي وطالباتي تعرفنا على مجالات التنمية الصحية اذكروا اذكري أبرز مجالات التنمية الصحية الخدمات الوقائية نشر الوعي والتحصينات الخدمات العلاجية مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الخدمات التأهيلية مستشفيات أيضا الخدمات التطويرية البحوث والتجارة إجابة صحيحة ذكرنا في درسنا السابق مفهوم التنمية الصحية ومجالاتها وذكرنا في أول درس من مجالات التنمية الصحية التنمية مجالات البشرية التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية التنمية البشرية تشمل التعليم الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية التنمية الزراعية التنمية الصناعية وتنمية البنية الأساسية انتهينا من التنمية الصحية في هذا الدرس نتناول أهم مجالات التنمية البشرية تخص المجتمع طلابي وطالباتي التنمية الاجتماعية يحوي درسنا المحاورة التالية مفهوم التنمية الاجتماعية نشاطات الضمان الاجتماعي بنك التنمية الاجتماعية توقع من الطالب والطالبة أن يبين مفهوم التنمية الاجتماعية يعدد أنشطة الضمان الاجتماعي يعرف يذكر تعريف بنك التنمية الاجتماعية تحرص حكومة وطني المملكة العربية السعودية على العناية منذ تأسيسها على العناية بالمجتمع وتوفير التنمية الملائمة لأفراده وهي درسنا لهذا اليوم التنمية الاجتماعية إذن تحرص حكومة وطني المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على العناية بالمجتمع وتوفير التنمية الملائمة لأفراده لأن الإنسان أساس المجتمع فإن تنمية وتطويره وأديان إلى مجتمع مزدهر وفاعل ومؤثر وفاعل ومؤثر إذن تحرص حكومة وطني على العناية بالمجتمع خصوصا التركيز على الإنسان لأن الإنسان أساس المجتمع فإن تنمية وتطويره يؤديان إلى مجتمع مزدهر وفاعل ومؤثر ومن خلال ذلك اهتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يخص التنمية الاجتماعية من حيث إعداد البرامج والمبادرات التي تخص الإنسان وتخص المجتمع في وطني المملكة العربية السعودية إذن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية تنمية الجوانب الاجتماعية من خلال عدد من البرامج والخدمات من أبرزها ما يأتي المعاشات الضمانية الحماية الاجتماعية رعاية الأحداث رعاية ذوي الإعاقة رعاية الأيتام الإرشاد الأسري رعاية المسنين عدد وعددي أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحسنتم المعاشات الضمانية الحماية الاجتماعية رعاية الأحداث رعاية ذوي الإعاقة ممتاز رعاية الأيتام إرشاد الأسري رعاية المسنين نبدأ بأول البرامج المعاشات الضمانية ماذا يقصد بالمعاشات الضمانية؟ هي مرتبات شهرية تصرف للمستفيدين وفق أحكام نظام الضمان الاجتماعي وتشمل الأيتام وكبار السن والعاجزين عن العمل لأسباب صحية وتشمل أيضا المرأة والأسرة التي لا عائلة لها إذن الضمانات أو المعاشات الضمانية هي مرتبات شهرية تصرف للمستفيدين وفق أحكام نظام الضمان الاجتماعي الفئات التي تصرف لها هذه المرتبات الأيتام كبار السن العاجزين عن العمل لأسباب صحية أيضا تشمل المرأة والأسرة التي لا عائلة لهم هناك نشاطات للضمان الاجتماعي ما هي هذه النشاطات؟ تقديم معاشات دائمة للأيتام والأرامل والمطلقات والعاجزين عن العمل بسبب صحي أو تقدم في السن تقديم مساعدات مالية لذوي الأزمات الطارئة مثل المرضى والسجناء وغيرهم تقديم مساعدات مالية لمن يرغب في إنشاء مشروع صغير خاص وتستمر حتى يحقق المشروع الدخل المناسب لصاحبه اذكروا اذكري أبرز نشاطات الضمان الاجتماعي حسنتم تقديم معاشات دائمة للأيتام والأرامل والمطلقات والعاجزين عن العمل بسبب صحي أو تقدم في السن أيضا تقديم مساعدات مالية لذوي الأزمات الطارئة مثل المرضى والسجناء وغيرهم تقديم مساعدات مالية لمن يرغب في إنشاء مشروع صغير خاص وتستمر حتى يحقق المشروع الدخل المناسب له لصاحبه الدخل المناسب لصاحبه الحماية الاجتماعية تقدم الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل الذين يكونين عرضه للإيذاء والعنف الأسري وشكلت الوزارة 17 لجنة حماية اجتماعية في مناطق المملكة وأنشأت مركزا لتلقي بلاغات الإيذاء والعنف رعاية الأحداث الأحداث صغار السن التي تحدث لهم قضايا وهم في سن صغيرة إذن لهم رعاية خاصة تتولى الوزارة رعاية الأحداث الذين أعمارهم لا تقل عن 12 سنة ولا تزيد عن 18 سنة الذين لا تكون عليهم عقوبات بسبب أعمالهم المخالفة وذلك بتوفير 17 دار ملاحظة اجتماعية كذلك رعاية ذوي الإعاقة تقدم الوزارة خدمات متعددة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدارات التأهيل الاجتماعي والمهني ومراكز التأهيل الشامل ومراكز الرعاية النهارية رعاية الأيتام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتيني في الجنة وأشار بالسبابة من وسط وفرج بينهما شيئا من جوانب التنمية الاجتماعية رعاية الأيتام وكفالتهم من خلال برامج الأسر الكاملة والأسر الصديقة ودور الحضانة الاجتماعية الإرشاد الأسري أسس مركز الإرشاد الأسري لتقديم الاستشارات المجانية عبر الهاتف لمعالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يعانيها بعض أفراد الأسر رعاية المسنين توفر الدولة المسنين الذين لا عائلة لهم خدمات الرعاية الاجتماعية والمنزلية والطبية ننتقل إلى بنك التنمية الاجتماعية ماذا يقصد ببنك التنمية الاجتماعية؟ ماذا تتوقعون؟ أو ماذا يقصد ببنك التنمية الاجتماعية؟ بنك حكومي يقدم عددا من منتجات التنمية الاجتماعي الموجهة لذوي الدخل المنخفض ويتيح فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة إذن هو بنك حكومي يقدم عددا من منتجات التنمية الاجتماعي الموجهة إلى ذوي الدخل المنخفض ويتيح فرصة الحصول على تمويل ميسر ويمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة إذن ماذا يقصد ببنك التنمية الاجتماعية؟ أحسنتم هو بنك حكومي يقدم عددا من منتجات التنمية الاجتماعي الموجهة إلى ذوي الدخل المنخفض ويتيح فرصة الحصول على تمويل ميسر ويمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة من خدمات بنك التنمية الاجتماعي آهل وهو منتج تمويل اجتماعي يقدم لمساندة الأسرة التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية كنف برنامج صمم للفئات التي أشد حاجة من الأرامة المطلقات وذلك بمنحونا تمويلا لمساعدة على تحمل تكاليف الحياة وأعبائها ومن الخدمات الأخرى أيضا تمويل الأسرة تمويل الزواج تمويل الترميم لمنازل المحتاجين هذه الخدمات طلابي وطالباتي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي للإطلاع نفتح الكتاب المدرسي طلابي وطالباتي للإجابة على هذا النشاط نشاط رقم واحد يسجل الطلبة ثلاث برامج خدمات خدمية في قطاع التنمية الاجتماعية بالاستعانة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المسحة لهذا الباركود حسنتم يقدم الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل رعاية الأيتام وكفالتهم من خلال الأشهد الصحي الأسري عفوا لمعالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية برنامج الإضارة الأسر الكاملة والأسر الصديقة طلابي وطالباتي لرعاية الأيتام إذن نشاط واحد صبحت 103 في الكتاب المدرسي يسجل الطلبة ثلاث برامج خدمية في قطاع التنمية الاجتماعية بالاستعانة مع موقع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل أيضا من ضمن الخدمات رعاية الأيتام وكفالتهم من خلال الرشاد الأسري لمعالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية برنامج الأسر الصديقة والكاملة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ننتهي من هذا النشاط نغلق الكتاب وهيا نلعب ونتعلم ودير القرص ثم أقرأ السؤال ثم أجيب نبدأ بالسؤال الأول عدد وعددي أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سنتم المعاشات الضمانية الحماية الاجتماعية رعاية الأحداث رعاية ذوي الإعاقة رعاية الأيتام الإرشاد الأسري رعاية المسني إذن هذه أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ندير القرص مرة أخرى السؤال الثاني ماذا يقصد ببنك التنمية الاجتماعية؟ أحسنتم هو بنك حكومي يقدم عددا من منتجات التنمية الاجتماعي الموجهة إلى ذوي الدخل المنخفض كذلك يتيح فرصة للحصول على تمويل ميسر ويمكنهم مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفردي أو الأسرة عودة من جديد طلابي وطالباتي لأسهم اللعبة انتهينا من هذه اللعبة وانتهينا من درسنا لهذا اليوم التنمية الاجتماعية تناولنا في أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعرفنا على بنك التنمية الاجتماعية دينا واجب سؤال الواجب ماذا يقصد ببنك التنمية الاجتماعية ماذا يقصد ببنك التنمية الاجتماعية ناقشنا في درسنا المحاولة التالية مفهوم التنمية الاجتماعية نشاطات الضمان الاجتماعي بنك التنمية الاجتماعية أبرز البرامج التي قد تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ختام درسنا طلابي وطالباتي أستودعكم الله إلى لقاء جديد شكرا لكم حسن استماعكم